دلوقتي الشباب هنتكلم عن عناصر الطبيعة اول عنصر عناصر الطبيعة هو Le lac Le lac يعني البحيرة La mer La mer يعني البحر La montagne La montagne يعني الجبل La campagne La campagne يعني الريف La plage La plage, la plage يعني C'est al châte La rivière La rivière La rivière يعني al nord La forêt La forêt La forêt يعني al gheba Les volcans Les volcans Les volcans يعني al borakine L'herbe 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 يعني al ruchbe Les arbres Les arbres Les arbres يعني al ashgar Les fleurs Les fleurs يعني al zhuour Les oaseaux Les oaseaux يعني al asafir ou al tuyour Le ciel Le ciel يعني al semak Les foyers Des arbres Les foyers Des arbres يعني أوراق الأشجار Les foyers Des arbres حسنا يا شباب علشان تعبر عن حبك أو كرهك لعناصر الطبيعة انت بتستخدم أربع أفعال préférer يفضل aimer يحب adorer يعشق détester يكره فمثلا تقول jim la meire أنا أحب البحر أو ممكن أن تقول jnima la campania أنا لا أحب الريف وممكن برضو تسأل عن العناصر اللي صديقك بيحبها من عناصر الطبيعة يعني فتسأل وتقول له ماذا تحب من عناصر الطبيعة أو أي من عناصر الطبيعة أنت تحب نأخذ السؤال باللغة الفرنسية quel élément de la nature tu aime quel élément de la nature tu aime يعني أي عنصر من عناصر الطبيعة أنت تحب فاللي قدامك هيرض عليك ويقول لك jim la meire jim la meire حسنا حسنا للسؤال عن العنصر اللي ما بتحبوش ممكن تسأل ازاي تقول quel élément de la nature tu n'aime pas أي عنصر من عناصر الطبيعة أنت لا تحب الإجابة jnima la campania أنا لا أحب الريف طيب للسؤال عن الهواية ماذا تحب ماذا تحب أن تفعل فتقول qu'il est ta passion qu'il est ta passion يعني ما هي هوايتك أو ما هو شغفك إيه الحاجة اللي انت بتحبها لأقصى درجة فالإجابة ما پاسيون شغفي أو هو يدي شغفي سي فوتوغرافية la nature سي فوتوغرافية la nature يعني إنه تصوير الطبيعة شغفي هو تصوير الطبيعة يوسيقى